بسم الله الرحمن الرحيم نستمر في شرح مقرر قضايا معاصرة في التربية الخاصة وننتقل إلى الوحدة الرابعة مشكلات وقضايا الوقاية من الإعاقة ونتناول الدرس الأول الوقاية من الإعاقة طبعا تنطوي تحت مظلة التربية الخاصة العديد من الفئات كما تعلمون منها الموهبة والتفوق والإعاقة العقلية والإعاقة البصرية والإعاقة السمعية والإعاقات الجسمية والصحية واضطرابات التواصل وصعبات التعلم والاضطرابات الانفعالية إلى ما غير ذلك طبعا هنا هذا الموضوع موضوع التربية الخاصة من الموضوعات الهامة التي تشغل اهتمام كثير من الحكومات والدول والمنظمات وأيضا القطاع الخاص وذلك لما يترتب على حدوث الإعاقة بأشكالها المختلفة من آثار اجتماعية ونفسية واقتصادية ليس من السهل مواجهة والتغلب عليها الآن الإعاقة بشكل عام تعرف على أنها انحراف أو حيد عن آداء الفرد عن متوسط آداء المجموعة التي ينتمي إليها سواء كان ذلك الانحراف في مجال القدرة العقلية والسمعية والبصرية أو الحركية والتعليمية أو اللغوية وهنا من المناسب لدينا أن نميز بين ثلاث مصطلحات ألا وهي مصطلحات تتعلق بالإعاقة ومترادفة لمعنى الإعاقة ومرتبة حسب درجة شدتها لدي أول شيء الإصابة والإصابة بالمعنى العامي البسيط حتى نتفهم هذا الموضوع لأنها فعلا مهمة جدا هذه المصطلحات كمدخل للتعرف إلى الإعاقة الإصابة هو تعرض الفرد إلى خلل معين سواء كان هذا الخلل من الولادة أو بعد الولادة تعرض إلى حادث تعرض إلى إصابة معينة أدت إلى هذه الإصابة كسر في اليد إصابة في الرأس إصابة في الدماغ بغض النظر العجز الآن الإصابة ممكن أن تتحول إلى عجز وممكن أن لا تتحول إلى عجز ممكن إنسان يصاب بشيء معين ثم يشفى من هذه الإصابة وممكن إنسان يتعرض إلى إصابة أي خلل معين في جزء من أجزاءه وعضو من أعضاؤه وهذه الإصابة تتحول إلى العجز ما هو العجز ومختلاف عن الإصابة؟ العجز يتعلق بقضية تسمى الآداء الوظيفي يعني الذراع لها وظيفة وظيفة أن تحمل الأشياء فهذه يد اليمنى تحمل مثلا خلينا أقول 20 كيلو الآن بعد الإصابة تحول إلى عجز فيد اليمنى عجزت عن حمل 20 كيلو أصبحت تحمل فقط 5 كيلو جرام لأن فيها إصابة في الأعصاب الآن إذن هذا أصبع عجز وهو يتعلق بالآداء الوظيفي للعضو ونستطيع قياسه يعني عندما كانت اليد تحمل 20 كيلو الآن أصبحت تحمل 5 كيلو إذن فيها عجز 75% الآن هذا العجز ربما يتعايش مع الإنسان ويتكيف مع هذا العجز فما في عنده مشكلة ولكن ربما الإنسان لا يتكيف مع هذا العجز فيتحول العجز إلى إعاقة والإعاقة تتعلق بعدم تكيف الفرد إذا ما تكيف الفرد مع هذا العجز الذي أصابه يعني عدم تكيف الفرد المصاب بعجز ما الآن تحول لدي بما يسمى للإعاقة لو انتقلنا الآن لنرى حجم مشكلة الإعاقة وتكلمنا عنها سريعا طبعا الإعاقة وجدت في كل المجتمعات على مر العصور كما توجد في المجتمعات الصناعية والنامية وتوجد في هذه المجتمعات في المستقبل أيضا أكيد لكن الذي سوف يختلف هو نسبة شيوع وانتشار ظاهرة الإعاقة من مجتمع إلى آخر تبعا لمجموعة من العوامل المؤثرة في حجم مشكلة الإعاقة مثل العوامل الصحية والثقافية والاجتماعية وهناك مصطلحات تعبن عن مشكلة الإعاقة والألوة هو مصطلح تكرار حدوث الإعاقة ونقصد به هو نسبة أو عدد حالات الإعاقة في فترة زمنية محددة وأيضا نسبة حدوث الإعاقة ونقصد به نسبة أو عدد حالات الإعاقة بشكل عام دون تحديد الفترة الزمنية في مجتمع ما وهنا نستخدم نعبن عن حجم مشكلة الإعاقة مثلا في بعض الدول تكون نسبة الإعاقة هي 9.5% أو 10% أو 8% وهكذا مثلا التقارير لمنظمة الصحة العالمية تجي نسبة الإعاقة في المجتمعات الصناعية حوالي 10% المجتمعات النامية حوالي 12.3% ويقدر عدد ذوي الإعاقة في العالم بشكل عام أيضا الآن لو انتقلنا لنتكلم عن أسباب الإعاقة هناك كثير من التصنيفات لأسباب الإعاقة التي تؤدي إلى حدود كلفية من فئات الإعاقة وأسباب الإعاقة طبعا هي أسباب غير معروفة 75% منها و25% هي من الأسباب المعروفة ويمكن تقسيم أسباب حالات الإعاقة بغض النظر عن فئات أو مجموعة الإعاقة إلى مجموعة من الأسباب أولها أسباب ما قبل الولادة وأسباب أثناء الولادة وأسباب ما بعد الولادة وبالنسبة للمجموعة الأولى تشمل العوامل الجينية الوراثية والعوامل غير الجينية أي العوامل البيئية التي تؤثر على الجنين أثناء فترة الحمل أما مجموعة الأسباب الثانية فتشمل مجموعة العوامل البيئية التي تؤثر على الجنين أثناء فترة الولادة في حين تشمل مجموعة الأسباب الثالثة العوامل البيئية تؤثر على الطفل بعد الولادة وتؤدي إلى حالات الإعاقة لو انتقلنا وتحدثنا على سبيل المثال عن أسباب الإعاقة العقلية نقول أنها العوامل الجينية طبعا بأشكالها الثلاثة السائدة والناقلة والمتنحية وأيضا الأمراض التي تصيب الأمة الحامل مثل الحصبة الألمانية والزهري والالتهابات أيضا سوء التغذية فترة الحمل أيضا لدي الأشعة السينية لدي أيضا اختلاف العامل الرايزيسي اختلاف العامل الرايزيسي تعلق بموضوع الدم هنا لكثير من الناس مثلا دمه A بلس أو A سالب أو O موجب أو O سالب مثلا يعني لو كان الأب موجب والأم موجب الآن الطفل ماذا يأتي؟ يأتي موجب لم يختلف الطفل عن الأم إذن ما في مشكلة لو جاء الأب سالب والأم موجب الطفل ماذا يأتي الآن؟ يأتي موجب ما اختلف عن الأم الآن ما في مشكلة أيضا لو جاء الأب سالب والأم سالب الطفل ماذا يأتي؟ يأتي سالب ما اختلف عن الأم اختلاف العامل الرايزيسي عنها موجب سالب الطفل الأول الآن ولد ما في عليه مشكلة لكن الأجسام المضادة موجودة لو جاء الطفل الآن الآن هذه الأجسام المضادة تهاجم الجنين الثاني مما يحدث حالة إعاقة الآن أصبح هذا الأمر متلاشى حيث أن الأم بعد أيام من عملية الولادة بالطفل الأول تأخذ عقار معين مما يهدئ هذه الأجسام المضادة حتى لا تضر الجنين الثاني أيضا أخيرا نقص الأكسجين أثناء عملية الولادة أيضا على سبيل المثال لو أخذنا أسباب الإعاقة البصرية لدي إصابة الأم الحامل بالحسبة الألمانية وإصابة الأم بالتهاب السحاية والتهاب الأذن الوسطى وأيضا العوامل الوراثية اشتركوا في القناة